قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم نجم النصر السعودي ينفجر غضبا بسبب ياسين بونو وهذا ما قالها شاهد تعليق ياسين بونو بعد الفوز التاريخي على فريق النصر السعودي فريق إشبيليا الأسباني يفاجئ النجم المغربي ياسين بونو بعد تألقه الكبير في مباراة الهلال والنصر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار نجم النصر السعودي ينفجر غضبا بسبب ياسين بونو شاهدت مباراة الهلال والنصر السعودي في نهاي كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الجمعة أداء متألقا من الحارس الدولي المغربي ياسين بونو الأمر الذي أتار السياء نجم النصر السابق فهد الهريفي وعبر الهريفي نجم النصر السعودي سابقا عن غضبه من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة إكس قائلا منوين جابلنا بونو مرفقا إياها برمز تعبيريا يعكس غضبها وكان ياسين بونو قد قد فريقه لفوز على النصر بفضل تسدياته في المباراة وأيضا تسديه لركلة جزاء في ركلة الترجحية هذا ما قاله ياسين بونو بعد الفوز على النصر السعودي أعرب ياسين بونو حريص مرمناد الهلال السعودي عن فرحته الكبيرة بعد تتوجي فريقه بكأس خدم الحرمين الشريفين اترى فوزهم على النصر بطريقة دراماتيكية وتحدث بونو عن التحديات التي واجهتها قائلا المهم لم تكن بالسهولة التي يتصورها البعض لكننا نجحنا في تجاوز الصعاب وتحقيق الأهداف المنشودة تغلبنا على العديد من العقبات وانتصرنا على خصم قويا يضم لاعبين بمستويات متميزات سمضنا حتى اللحظة الأخيرة وتوجنا بالكأس بفضل جهد الفريق الجماعي كان هناك عزم راسخ من الجميع على الحفاظ على اللقب وكان لدينا إيمان قوي بقدراتنا ولم نستسلم فريق إشبيليا الأسباني يفاجئ النجمة المغربية سيمبونو بعد مباراة النصر والهلال أدنى نادي إشبيليا الأسباني لكرة القدم على أداء الحارس الدولي المغربي سيمبونو حارس فريق الهلال السعودية وذلك بعد قيادته لفريقه للفوز بكأس الملك ونشر النادي الإسباني عبر حسابها على المنصة الاجتماعية الصور لبونو وهو يرتدي قميص الهلال وأخرى بقميص إشبيليا وعلق إشبيليا على الصور قائلا كأن الزمن يعيد نفسه مرة أخرى وأضف النادي موضحا في نفس هذا اليوم من العام الماضي لعب بونو دورا حسبا في تتويجنا بلقب الدور الأوروبي بفضل بطولته في ركلة الترجيح واليوم يكرر الإنجاز نفسه بقيادة الهلال إلى الحوز بأغلى الألقاب يذكر أن ياسين بونو حريس مرمى الهلال قد حز على جائزتين فرضيتين خلال ثلاثة أيام بعد أن سهم بشكل كبير في فوز فريقه بكأس خادم الحرمين الشريفين ضد النصر بنتجة خمسة لأربعة فركلة الترجيح عقب التعادل بهدف لمتله في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة وحصل بونو على جائزة أفضل لعبين في نهاي كأس الملك وهذه الجائزة جاءت بعد فوزه بجائزة أفضل حريس مرمى في دور الرشن السعودي وهو اللقب الذي توجه به فريقه أيضا وتميز ياسين بونو بشكل خاص خلال المباراة النهائية حيث تصدى لركلتين ترجيحيتين منحا فريقه الأفضل ليفوز بأحد أهم البطولات في الموسم وفاة مدرب مغربي بسكتة قلبية أثناء حصة تدريبية في حادثة مؤسفة ومؤلمة رحل يوسف عبودة المدرب بمدرسة المغرب الفاسي لكرة القدم تاركا الحزن يخيم على الجميع وذلك بعد أن أصيب بسكتة قلبية أثناء إشرافه على تدريبه لفئتي دون الثلاثة عشر سنة يوم الجمعة وكن عبود الذي سبق له اللاعب مع فريقي المغرب والوداد الفاسيين كان يقض الحصة التدريبية المقررة لهذه الفئة العمرية عندما انهار فجأة أمام اللاعبين الصغار وبالرغم من المحاولات العاجلة لإسعافه ونقله سريعا إلى مصحة قريبة فقد فارق يوسف عبودة الحياة في سن الواحد والأربعين عاما وتم نقل جثمانه إلى مستودع الأموات حيث أجريت الإجراءات القانونية لتشريح الجتة ومن جهة أصدر النادي المغرب الفاسي بيانا رسميا معبرا عن بالغ الحزن والأساب وفاة عبودة وجاء في البيانة نعز أنفسنا وجمهر النادي في فقدان أحد الأعمدة الأساسية للفريق يوسف عبودة الذي انتقل إلى رحمة الله إطرى سكتة قلبية مفاجئة أثناء أداء مهمها إنا لله وإن إليه راجعون نسأل الله أن يتغمده بواسح رحمتها وأن يسكنه فسيح جنتها وأن يمنع على أهله ودويه بالصبر والسلوان وكان يوسف عبودة شخصا محبوبا عرف بحبه الشديد لهذا النادي وبتفانيه في خدمتها وسيظل ذكره حاضرا بيننا بما تركه من أطر طيب وسجايا كريمة في قلوبنا رحم الله الفقيد وإن لله وإن إليه راجعون الصحفة الإسبانية تشيد بالأداء المدهل لإبراهيم دياز مع ريال مدريد نقلت صحيفة ماركا رياضي الإسبانية في تقرر لها أن إبراهيم دياز النجم المغربي الذي يلعب لصالح ريال مدريد قد حقق أبرز إنجازاته الكروي هذا الموسم بتسجيله 12 هدفا وتقديمه ل7 تمرارة حاسمة في جمع المصابقات ليصير بذلك عنصورا أساسيا ضمن الصوف في الفريق الملكي وذكرت الصحفة المعنية بشؤون الرياضة أن دياز الذي تحول إلى الخيار الأول كبديل لدى المدرب أنشلوتي هذا الموسم يمتلك مهارة طبيعية تمكنه من مراوغة الخصوم بسلسة مذهلة وقد سهمت هذه الميزة الفريدة بالإضافة إلى كونه من اللاعبين النادرين الذين يحضون بمثل هذه القدرات في عالم كرة القدم في تمكينه من إرباك المدافعين عند اتخاذ قراراته الحاسمة مؤكدة أن اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 عاما لديه القدرات ليكون لعبا أساسيا في أي فريق عالمي أخر وقالت مركة الضوء أيضا على مهارة الفنية المتقدمة وقدرة على قراءة اللاعب وتطور الفيزيائي البهرز الذي يمتاز بها مشارة إلى أن اللاعب المغربي يلعب دورا محوريا في تشكيلة ريال مدريد ويعتبر من أهم العناصر في مبارية الدورة الإسبانية وأكدت الصحيفة أن إبراهيم ديهز يستحق قطعا المزيد من الوقت للعب كما يؤكد كارلو عن شلوتي مع تحقيقه لـ 12 هدفا وتقديمه 7 مرات حسيمة حتى الآن يقف كرابع أكثر لعبي الفريق تأثيرا بعد جود بيلانجهام وفينيسي الجونيور وردريغو واختتمت ماركا بالقول ينتظر إبراهيم ديهز تحدية كبيرة قادمة بما في ذلك المبارية الثلاثة الأخيرة في الدورة الإسبانية ونهائي دور رابط الأوروبا بالإضافة إلى المشاركة مع المنتخب المغربية إليكم مشاهدين أهم عنواني أخبار اليوم نجم النصر السعودي ينفجر غضبا بسبب ياسين بونو وهذا ما قالها شاهد تعليق ياسين بونو بعد الفوز التاريخي على فريق النصر السعودي فريق إشبيليا الأسباني يفاجئ النجم المغربي ياسين بونو بعد تألقه الكبير في مباراة الهلال والنصر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد الأخبار